ماذا فعلت اليوم يا اخ لقد تأخرت اين كنت? اعتذر كنت منشغل جدا ابن الاكبر اراد السفر مع اخيه الصغير فتعطلت فرامل سيارته فقمت باصلاحها. ما شاء الله لك ابناء? ما اسمهما? الابن الاكبر اسمه موسى واخوه صغير حسين. ما شاء الله حفظهم الله لك. شكرا شكرا الله لا يخليك اه اسمح لي دقيقة. السلام عليكم. ماذا? ماذا تقول? لا يا الهي. ماذا جرى? لا لا ما دي المصيبة ما دي المصيبة. ماذا جرى يا رجل لماذا هذا الجزء? وقعت حادثة لعب ناعب السيارة ومات ابني الحسين ومصيبة ومصيبة. الله اكبر. ان لله وانا اليه راجعون. ماذا عن ابنك الكبير موسى? موسى نجى من الحادثة ولكن ابني الحسين قتل يا الله. ابني الحسين مات مات ابني وحبيبي وفلدة كبدي مات يا الهي. تمالك نفسك يا اخي الحمد لله الله انجى ابنك موسى من الموت. نعم نجى موسى من الموت ولكن قتل ابن الحسين. نعم افهمك يا اخي ومتاقد ان فاجعت موت ابنك الحسين لن تنساها ولو بعد سنين. لكن الحمد لله على نجاة ابنك موسى حافظه الله لك. ومصيبة ابن الحسين. سبحان الله وانت تجزع هكذا وتبكي على موت ابنك الحسين. ذكرتني بيوم العاشر من محرم يوم مقتل الامام حسين عليه السلام. ماذا? كيف ذلك? انت الان بكيت وجزعت على ابنك الحسين. رغم ان ابنك موسى نجى. فرحتني لجات ابن موسى ولكن كيف لا احصل لقتل ابني وحبيبي وفلدة كبدي الحسين. مصيبة الموت وفقدان الابن اعظم من الفرح. صحيح. فلماذا لا تبكون على الامام الحسين عليه السلام? ألستم تقولون ان في يوم العاشر من محرم نجى الله موسى وقتل الحسين? فلماذا قلوبكم لا تحزن على الحسين? وفضلتم الفرح على الحزن. لماذا لا تطبق ما وقع عليك اليوم على الامام الحسين عليه السلام? ماذا? ماذا تقول? كما سمعت ها انت تتكاد تتقطع حزنا على ابنك الحسين الذي قتل. ولكن لم ارى في وجهك الفرح على نجاة ابنك الاكبر موسى. رغم ان فرحت لنجاته. ولكن موت ابنك الحسين وفقدانه اعظم مصيبة من ان تفرح. ها? ولكن تلك امة قد خلت يا شيعي الحسين قتل وهو في الجنة. تلك امة قد خلت? اذا كان كذلك لماذا تفرح وتصوم كل سنة لنجاة موسى? تلك امة قد خلت وهو في الجنة? ام انها خلت فقط للحسين عليه السلام? يعني باء موسى تجر وباء الحسين لا تجر? ما لكم كيف تحكمون? اه? اطرقني وشعني ماذا تريد مني ان افعل? هل اضرب نفسي كما تفعلون على الحسين? لا لا نريد منكم ان تلطموا ولا اي شيء. ولكن لا تجعلوا يوم اقتل حسين يوم عيد وفرح متناسين فاجعة الحسين. ولا تذكرون سوى نجاة موسى. فقط نريد ان نرى علامات الحزن في وجوهكم في يوم العاشق. هذا يكفينا. لنتأكد انكم تحبون الحسين وستبعون سنة رسول الله وهي الحزن على الحسين. وما يضرك ان فرحت انا على نبي الله موسى فقد نجاه الله من الموت. طيب وهل تقبل ان تعود الى اهلك الان وتجدهم فريحين يحتفلون بنجاة ابنك الاكبر موسى من دون اي اعتبار لموت ابنك الحسين? هل ستقبلها وتشاركهم الاحتفال وتتناسى موت ابنك الحسين? بالطبع لا يستحيل ان يفرحوا فكلهم يحبون ابني الصغير الحسين كيف لهم ان يفرحوا في يوم مقتله? فهذا ما نحاول ان نشرحه لكم. فكيف تقولون انكم تحبون الحسين وتفرحون يوم مقتله? ها انت قلت يستحيل ان يفرح اهلك يوم موت ابنك الحسين لانهم يحبونه. فكيف تفرحون يوم مقتل الحسين وتدعون انكم تحبونه? طبق نفس ما جرى لك اليوم على الامام الحسين عليه السلام. ماذا اتركني وشعني ابن الحسين قتل يا الله ومصيبة. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى اصحابك. ولعن الله قاتليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.